كما كان متوقعاً خسارة كبيرة خسارة مهينة لمنتخب مصر اليوم قدام كوريا الجنوبية أربعة واحد خسارة مهينة عشان منتخب مصر لا يستحق ده خسارة مهينة عشان وإحنا رايحين ومسافرين بنقول جهاز فني ماشي ولعبين مشيين ولعبين هيتسرحوا وصعد مش عارف مين والمدرب مش عارف شخصته عامل ازاي وحاله عامل ازاي فدي النتيجة مين بقى اللي خسر في كل اللي تعامل الكاميوم اللي فاته دول منتخب مصر منتخب مين مصر مين بقى يتحمل المسئولية كل واحد عارف نفسه كل واحد على راسه بطحة والبطحة على راس كل واحد في اتحاد الكورة من اول ما اخترتك كابتن اهاب جلال مدير فني بقت بطحة وخطأ كبير لما تعاملت مع الخسارة الاخيرة امام المنتخب الاسيوبي بطريقة مزكية وانت عندك مواجهة مهمة قدام كوريا الجنوبية مواجهة مهمة حتى لو ودي يا حبيبي يا سيد ده لكل واحد في اتحاد الكورة للكابتن اهاب جلال وجهازه الفني لكل اللاعبين حضرتك بتلعب باسم منتخب مصر ايه يا جماعة الاستفزاز ده ايه يا جماعة قلة التقدير لقيمة منتخب مصر ده ازاي يعني ازاي الحال بتاعنا في الكورة المصرية اللي عايشين بيه في الدوري واللغبطة والتصرحات والعشوائية والاخطاء الجسيمة نعملها مع منتخب مصر طيب احنا هنا وبيننا وبين بعض بنمشي امورنا انت تزعلني شوية انا زعلك شوية ده يعترض على تحكيم شوية ده يعترض على مطش شوية اسمها منا فينا منا فينا لكن منتخب مصر دي سمعة سمعة منتخب كبير في الكارة لما يلعب قدام منتخب زي منتخب كوريا الجنوبية حتى لو منتخب محترم وواصل لكاس العالم بس لأ انت لم تلعب مع المنتخبات دي انت منتخب مصر تكسب بلاش تكسب تعادل بلاش تتعادل اخسر بس بأداء محترم اخسر بس بأداء مشرف احنا متعودين على كلمة اداء مشرف دي حتى دي ما بقتش بتاعتنا حتى دي ما بقتش بتاعتنا احنا كنا بنقول يا جماعة يعني اخسر مشرفة لأ عيب بأ وبصراحة شديدة انا تصورت بعد المباراة بساعتين هلاقي اتحاد القرى بيقول احنا مستقلين يا عم لا خليك قاعد لا احنا مستقلين يا سيدي خليك والله معنا شوية لا احنا مستقلين والله انت كويس ومحترم وجميل لا لا انا مستحيل اعمل كده انا غلطت فانا لازم امشي يا سيدي دي غلط بسيط لا الغطأ الخطأ جسيم اعمل حتى لقطة اعمل حتى حركة اعمل حتى حركة طب بص الحركة دي اضحك علي اركب الترند اضحك علي من باب حتى اللي انت اتكسفت النهاردة او زعلت زي زعلنا كلنا هتقول انت مش مسؤول لا انت مسؤول جدا واسمك مسؤول انت اللي مسؤول عن الكورة في مصر فاللي مسؤول عن الكورة في مصر او اي مسؤول لما يبقى عنده حاجة بيغلط فيها يعتذر ويقول سلام عليكم انا ما نجحتش هتقول لي احنا لسه الفترة بتاعتنا قليلة ما عدناش كتير هقول لك ما انت اللي طلعت وقلت انك تسرعت في تعيين الجهاز الفنري طيب بلاش يا سيدي وحضرتك لو احنا جينا دلوقتي نسأل اتحاد الكورة حضرتك ايه كان خطتك للمنتخب مع الكابتن اهاب جلال طيب ايه الخطة اللي اقدمها لك الكابتن اهاب جلال طيب ايه الخطة اللي انت عرضتها على الكابتن اهاب جلال فاخترتها على اساسها الكابتن اهاب جلال عشان ينفذها فين الكلام ده فينا يا جماعة دا احنا في 2022 ما ينفعش الكلام اللي هو ايه هات اجنبي لا بلاش اجنبي طبعات مصري طب حادي بادي حادي بادي كلام دا ما ينفعش ما ينفعش عشان دا منتخب بيلعب باسم بلد مش فريق مش خطأ في نادي والسلام كده ويعدي ويغريال له 3-4-5 مدربين في الموسم ويكسب يخسر احيب تعدي مرة اخرى احنا في وسطينا في بعضينا دا كي منتخب مصر ما ينفعش الكلام